بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع هذه تتمة لسلسلة تاريخ الأمم والتي نرصد فيها تاريخ البلاد الإسلامية منذ عصر الخلفاء إلى يومنا هذا من الله عز وجل على المسلمين في المعركة المشهودة ذوات الأخبار المعدودة معركة القادسية والتي استطاع قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومن معه من قادة المسلمين وعمومهم من الانتصاف للعرب والمسلمين في معركة القادسية والتي تفاجأوا فيها بقوة المسلمين الهائلة خاصة أن المسلمين جاءوا وهم يتبايعون على الموت بطبيعة الحال المعركة القادسية تعتبر معركة فاصلة وهناك بطولات كثيرة تكلمنا عنها مسبقا لكنه إلى الآن لم يصل المسلمون إلى العمق الفارسي في سواد العراق الامبراطورية الساسانية الفارسية لها امتداد اليوم بالتعبير الصحيح إيران والعراق مع بعض نواحي أفغانستان لكن قاعدة الامبراطورية الساسانية عاصمة الامبراطورية الساسانية الفارسية هي مدينة المدائن ومدينة المدائن تسمى اليوم بسلمان باك وتقع جنوب شرق بغداد تبعد عنها ما يقرب من خمس كيلومترات فإذن يحتاج المسلمون إلى أن يصلوا إلى هذا العمق أن يتجهوا حتى أقرب لكم الصورة من نواحي النجف كما هو نواحي المعارك التي انتصروا إليها ثم بعد ذلك انتصروا في القادسية الآن يتجهون إلى بغداد فيريد المسلمون أن يصلوا إلى المدائن التي تقع اليوم بالتعبير المصطلاحي القريب في جنوب بغداد حتى يستولوا على جميع سواد العراق ثم يتجهوا بعد ذلك جنوبا إلى ما نسميه اليوم بالأحواز طيب الفرس الآن لاذوا بالفرار وتحصنوا في مدينة المدائن والامبراطور الفارس الذي عليهم هو يزدجرد ويزدجرد هو آخر ملوك فارس من الدولة الساسانية الدولة الساسانية استمرت قرون آخر حاكم لهم آخر كسرى لهم هو يزدجرد وكسرى هذا لقب يطلق على كل من حكم فارس كما أن هرقل يطلق على كل من حكم الروم المقوقس على كل من حكم ريسكندرية فرعون على كل من حكم مصر النجاشي على كل من حكم الحبشة اصطلاح مثل ما نقول اليوم الملك الشيخ العمير ويزدجرد حكم عشرين سنة قضى ستة عشر عاما شريدا طريدا فريدا خائفا مذعورا لم يحكم حكما فيه استقرار أو شيء من الاستقرار إلا أربع سنين فقط ففر إلى المدائن والمسلمون يلحقون به حتى وصل سعد بن بوقاص رضي الله عنه عندما كان يقال له نهر شير أو بهر شير ثم طلب المدد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسل إليه المدد وأوصاه بالفلاحين خيرا لأن أهل سواد العراق من القبائل العربية أكثرهم من الفلاحين فأوصاه بالفلاحين خيرا وهذا كان سببا في إسلامهم لما رأوا حسن خلق المسلمين وحاصر مدينة بوهر شير أو نهر شير حتى استطاع سعد رضي الله عنه أن يفتحها بالإضافة إلى فتح بعض القرى التي كانت في الطريق لما توجه سعد بن بوقاص ومن معه إلى المدائن كانت المدائن قريبة من نهر دجلة فأخذ الفرس المراكب معهم وذهبوا إلى الناحية الشرقية الناحية الغربية الآن لا يوجد فيها مراكب وهو نهر جار كيف يستطيعون أن يعبروا هذا النهر يستحيل من غير مراكب ومعهم خيولهم لكن سعد بن بوقاص رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو خال النبي صلى الله عليه وعلا يسلم وهو من المشهود لهم بالشجاعة والفروسية وإجابة الدعوة كما عرف ذلك من سيرته ولذلك لما افترى عليه رجل عند عمر رضي الله عنه قال سعد رضي الله عنه اللهم أطل عمره وعرضه للفتن قال الراوي فكان هذا الرجل الذي افترى على سعد رضي الله عنه قد شاخ وكبر فصار يتعرض للنساء في الطرقات فلما جاء سعد ومن معه عند نهر دجلة سأل الله عز وجل أن يسر لهم الأمر يقول ابن جرير الطبر وابن كثير في تاريخهما فصار المسلمون بعمر سعد بن أبي وقاص على النهر كأنهم يمشون على اليابس وهذه جرت للمسلمين قبل بضع سنوات في أيام أبي بكر رضي الله عنه قبل أربع سنين في السنة الثانية عشر من الهجرة في أيام فتوحات المسلمين وقضائهم على حركة الردة في شرق الجزيرة العربية فإن العلاء بن الحضرمي لما لحق المرتدين إلى القطيف وهي مدينة معروفة في الجاهلية بهذا الاسم أخذوا المراكب وتوجهوا إلى داريد بينهم ما يقرب من خمسة كيلومتر والقطيف ودارين من المناطق المشهورة في شرق المملكة العربية السعودية واليوم صار هناك دفان يعني دفن البحر بالتراب حتى صارت المنطقتين كأنهما منطقة واحدة لكن في أيام العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان يفصل بينهم البحر فركب العلاء بن الحضرمي ومن معه وصاروا يمشون على البحر بخيولهم كأنهم يمشون على اليابس قال الشاعر أنم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل دعونا إلى شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار العوائلي وهذا مثله جرى مع سعد بن أبي وقص فأمر سعد كل من كان معه من الجيش بعد أن وضع مقدمة يمشون بالأمام ومؤخرا يحفظونه صاروا يمشون على البحر بخيولهم كأنهم يمشون على اليابس أرتع الفرس وخليه كيف يمشون على البحر هؤلاء جن وليسوا بشرا ولذلك لم يمكن الفرس أن يفروا لأنهم كانوا في مأمن ففروا بعد ذلك حتى من المدائن وكان من جملة من فر يزدجرد نفسه والذي قتل في أيام عثمان رضي الله عنه واستولى المسلمون على عاصمة الفرس المدائن ودخلوا القصر الأبيض قصر قصر وصلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صلاة الفتح ثمان ركعات وتلقوا له تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وغنم المسلمون من الذهب والجواهر والأموال الشيء الكثير وخير سعد من كان من الفرس حاضرة بين أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلوا فاختاروا الجزية وأبقاهم على دينهم المجوسي وطبعا هناك خلاف في أخذ الجزية من المجوس وهذا دليل على جوازها ثم أرسل كل ما غنمه من الأموال إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان علي رضي الله عنه حاضرا قال يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعت رعيتك لأن عمر انبهر من حجم هذه الأموال والذهب التي لم يأخذ منها المسلمون شيئا وكانوا في حفظ للأمانة والعهد فبسط الله عز وجل للمسلمين واستولوا على عاصمة الفرس وعلى إيوان كسرى وإيوان كسرى ما زال موجودا إلى يومنا هذا يعتبر من المعالم التاريخية في جنوب شرق مغداد ليبقى الله عز وجل هذا الأثر موعدنا في رقاء مقبل إن شاء الله نراكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر